مستعدين لرحلة جديدة معنا؟ يلا واش تنتظرون؟ اربطوا الأحزمة الإقلاع بعد قليل مع السياحة المذهلة عينك على العالم عبر سناب ملك هذا موجود في أكثر من مكان هنا في الفيرو هذا آخر ملك من ملوك الإنكا أغتيل في كوسكو من قبل الأسبان الحمد لله وصلنا للقمة شوفوا معي المنظر ما شاء الله تبارك الله جدا رائع في أعالي جبال الانديس كان يسكن هنا شعب الإنكا كيف وصلوا هنا كيف بنوا هنا هذا السر اللي محير كثير من العلماء شي قال عن حضارة الإنكا مجرد نظريات تحليل من العلماء والمؤرخين والجغرافيين لكن السبب اللي نعرف عن هذه الحضارة إنها جبارة ولا إيش الآلات إيش الأدوات اللي استخدموها لين ما جوا سكنوا في عالي الجبال هنا اسم الإنكا معناه الابن الأوحد للشمس إحنا الآن راحين على مكان اسمه بوابة الشمس راح نشوف أعتقد أنه معبد تابع لهم وإحنا ماشيين شوفنا حيوان اللامة وهو حيوان بس يعيش هنا وكان يستعمل كوسيلة النقل وحيدة جو صراحة مرضى رهيق القاعدة هنا ما تنمل مع حبيب القلب صديقي العزيز ومنظر ولا أحلى منه دخلنا المدينة الآن وهذه هي محتواتها وبقايا حضرة شعب الإنكا المهجورة كان يسكن الأغنياء والملوك وكانت المعيشة غالية فيها نسبية مقارنة بالأماكن الثانية بعض يقول أنه السبب ليه ترك شعب الإنكا هذا المكان الجميل هو أنه كان فيه مرض الجذري جاء وأصابه أنه بعد ما جاء المرض وأصاب أهل المدينة اللي بقى منهم كانوا فقراء فهجروا المدينة لأنه كان صعب بالنسبة لهم أنهم يعيشوا يمتاز أهل المدينة بفن الأعمارة شوفوا ما شاء الله كيف الدقة المتناهية في وضع هذه الحجار مع بعض هذا المكان زي ما يقول التورغايد كان معبد للملوك فالدقة المتفانية في العمل واضحة حير جدا كيف وصلوا هذه الحجارة الضخمة ورصوها مع بعض بشكل متناسق في هذا المكان العالي لاحظين هنا دقة التفاصيل سبحان الله كان معروف عن الإنكا أنهم بارعين في الزراعة ونسج القطن ولما استعمر الأسبان هنا شافوا القطن وحسبوا أنه حرير من كثر جودته هذا مثال بسيط على المدرجات الزراعة لدى الإنكا للأسف الأجواء بدأت تمطر وجاء التورغايد حقنا قال لازم نمشي فأعتذر على الإطالة أتمنى أنكم استمتعتم آنا شيء أخير حاب أقوله قبل ما أنتهي رحلتي في أمريكا الجنوبية ما زالت مستمرة فاللي حاب يجي عندي حياكم على عين ورصي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة